بسط ان شاء الله اليوم راح نبدي المراجعة من يونت وان عدنا الدرس الاول ان شاء الله سيارة الموسم او سيارة هذه السنة يونت وان لسن ثري طبعا هنا عندك صفات مجموعة كلمات عدنا يريد المعنى مالتين عندك ايرباق عندك سيدي بلاير ايرباق طبعا كيس الهواء اللي موجود بالسيارة سيدي بلاير مشغل السيدي إلكتريك ويندوز الزجاج الكهربائي جي بي اس عندي نظام الاقمار الصناعية صن روف فتحة الشمس وتنتيد ويندوز الزجاج المظلل عدنا هنا صفات راح نقرأ القطع ان شاء الله ونترجمها وبعدين ننتقل الى وزاريات هذه القطع طبعا القطع موجودة في السؤال الاول فرع سي سؤال الاول فرع سي اللي هو تكس بوك باسجز قطع الكتاب سيارة السنة او هذا الموسم في احد معارض بغداد للسيارات طبعا الكاتب الشخص اللي يقرأ او يكتب انه هذه التقرير البسيط هو الشخص اللي زار هذا المعرض وكتبنا هذا التقرير يعني ايام هير يعني يقصد بها انا هنا الشخص اللي راح للمعرض وكتبنا هذا التقرير انا هنا في احد معارض بغداد للسيارات والسيارة اللي جميع يتكلم عنها is the panther 3.0d طبعا مهم جدا صح الثالث تحفظ اسم السيارة panther 3.0d النمر او الفهد اه وهذا رقم السيارة او رقم الاصدار الموديل زين the new panther is car of the year هذه السيارة هي سيارة الموسم and it's really fantastic وهي سيارة حقا رائعة it's a car everyone wants to come and see سيارة اللي الجميع يريد ان يأتي ويشاهد هذه السيارة باوا هنا some people just stand and gaze بعض الناس فقط يجلس او يقف ويحدق at it's beautiful shape على شكلها الرائع beautiful shape others الاخرين wants to sit in the driver's seat and dream يتمنى ان يجلس في مقعد السائق and dream ويبدأ بالحلم some young men are interested in the engine طبعا هذه بالتروف وصل الثالث تجينا ملاحظة مهمة خلي خلط جواها some young men are more interested in the engine بعض الشباب are more interested in the engine يعني يستمتعوا كثيرا بالمحرك هذا يجينا على شكل true false صح وخطأ هسا نشوف ان شاء الله and what a great engine وهذا المحرك هو محرك رائع is beautifully made and looks like مصنوع بشكل رائع ويبدو كأنه an engine from much more expensive car محرك لسيارة غالية جدا طبعا هي سيارة مغالية هي سيارة رخيصة بس شكل المحرك بين انه هذه السيارة هي سيارة غالية engine from a much more expensive car زيان لحد هنا المهم عدنا بهذا المقطع الاول صف ثالث عدنا طبعا اسم السيارة panther 3.0D وعدنا هذه الملاحظة اللي هي some young people just stand عدنا هنا مثل الشباب some young men are more interested in the engine نجعل المقطع الاخر number 11 even the very young are interested حتى بعض الشباب مستمتعين children sit in the back الاطفال يجلسون في الخلف and try the electric seats ويجرب المقاعد الكهربائية and windows well شبابك they are older brothers اخوانهم اللي اكبر منهم بالعمر and sisters واخواتهم play with the built-in video games player العاب الفيديو اللي موجودة في داخل built-in يعني ما في داخل هذه السيارة اكو سيارة المقاعد الامامية بها شاشة فتكون هذه الشاشة فيها built-in game video player او لألعاب الفيديو these are standard for all models يعني هذه المواصفات موجودة لكل موديلات السيارة هذه باوي هنا اصل ثالثة تحفظ كلمة تخلي هذه الخط جوا كلمة standard features standard features يعني مواصفات السيارة اكو عدنا نوعا من المواصفات عدنا مواصفات السيارة العامة وكم عدنا مميزات السيارة وكم عدنا مميزات السلامة فأهلا هنا نشوف standard features يعني مواصفات السيارة مواصفات السيارة من يجيني هيتش سوال يذكر لي انه يريد من عندي اثنين انا رأسا نعرف انه يقصد بي مواصفات السيارة طبعا انت حافظا عندك اشياء بسيطة جي بي ايس the sunroof tinted windows and fantastic cd player هذه قريناها المعاني مالتها الاقمار الصناعية وفتحة السقف وزجاج الكهربائي ومشغل cd الراع switch on the engine شغل المحرك and it runs so quietly وسوف يعمل so quietly يعني بهدوء يعني صامت كاتم try all the extras هاول او جره بقية الاضافات and they are really fun وهي حقا رائعة but there is more لكن هناك شيء اكثر there is lots of space inside هناك الكثير من الفراغ في داخل السيارة يعني مسافة بين المقاعد مسافة كبيرة the panther هذه الملاحظة اللي كلش مهمة صفال the panther 3.0d has 648 people تحفظ الرقم تحفظ كلمة seats يعني مقاعد وتحفظ كلمة 8 people يعني 8 أشخاص يعني عدد الناس اللي تحملهم السيارة هم مشغل 8 مرات يجيب لك على شكل صح وخطأ ومرات يجيب لك على شكل complete فراغ ومرات يجيب لك على شكل سعر هنا يبدأ يفصل لك التفصيل الموذعة تهمية ثلاثة في الخلف وثلاثة في الخلف لكن the panther 3.0d is actually quite cheap مرات الطلاب يجيب لكم بس كلمة cheap واحدة يقول لن الساد ما كوياه كلمة quiet أو يجيب لك ياها يعني انت expensive هنا إذا جاب لك سيارة غالية طبعا هي كلمة expensive خاطئة دائما تستخدم ياها كلمة cheap إذا جاب لك كلمة cheap واحد ها رخيصة اعتياد إذا جاب لك ياها ويا كلمة مظهر غالية بس هي بالحقيقة رخيصة جدا ولا تحتاج الكثير من الأموال حتى تمتلك هذه السيارة تسير 12 كيلومتر للتر الواحد وفيها أربع سنوات ضمان بط طبعا هذه الأربع سنوات هم تحفظها بط there is something even more important أكو شيء واحد مهم جدا this is really a really safe car اللي هي اللي قلت لكم على أسفات مميزات السلام هي حقا سيارة آمنة and don't have to worry لا تضطروا أن تقلق in an accident في الحادث there are airbags for the driver هناك airbag كيس الهواء للسائق and passengers والركاب and many other safety features وبعض المميزات السلامة الأخرى وهو هاش نسمي الصف الثالث الكلمة الأخيرة safety features safety features وهناه كان عندي standard features منشوف منشوف كلمة safety features فقط تذكر airbag ومنشوف كلمة standard features تذكر بقية مواصفات السيارة خلينا ننتقل على وزاريات هذا الموضوع زين سيارة هذا العام car of the year the panther 3.0 has scenes for 8 people بامه هنا لديها فيها مقاعد 8 أشخاص والعبارة نصح the panther 3.0 تشوف actually very cheap سيارة رخيصة جدا هنا عندي صح عندي the panther 3.0 has scenes for 8 people فيها مقاعد 8 أشخاص طبعا هذه عندي صح مثل ما قلت صف ثالث يعني أكثر ملاحظات اللي حجينا عليها اللي مهم عندي هنا الأطفال يستمتعون بالسيارة ويجلسون بالمقاعد الخلفية ويلعبون يجربون الشبابيك والمقاعد الكهربائية العبارة عندي صح بعض المقاعد تجيب من الوزار دائما بعض الشباب يهتم بالمحرك وهنا جايك على شكل سؤال كم عدد المقاعد نكتب ثمانية هناك كان عندي على شكل سؤال وجواب شوف هذا عندك هنا ما بيه أي مواصفات طبعا هذه العبارة عندك خاطئة هنا جايك على شكل سؤال كم عدد المقاعد طبعا ثمانية شوف هنا جايك على شكل صح وخطأ بانثر 3.0 دي هاي طبعا هنا عفوا الغلط بالاسم هاي سيس فور 8 بيبول فيها مقاعد 8 أشخاص بانثر 3.0 دي هاي منطق يارنا على شكل فراغ على شكل فراغ بس تكتب 8 رقم 8 8 8 8 منطق منطق السؤال كم يعني كمل نجي على سؤال لأخ why is panther is a really safe car ليش هي سيارة آمنة طبعا بها airbag للساق وللركاب because there are airbags for driver and passengers and other safety features زين panther is actually power شكاتب لكنها very expensive غالية جدا طبعا هذي العبارة عندي false خاطئة there are loads of space inside مثل ما قلنا صف الثالث هناك الكثير من الفراغ في داخل السيارة وهذا عندي true صح the panther 3.0 has no standard features ما بها اي مواصفات امان وهذا العبارة عندي خاطئة the panther is actually very cheap very expensive هي سيارة غالية جدا وهذه العبارة عندي خاطئة there is loads of space inside هناك الكثير من الفراغ في الداخل وهذا العبارة عندي صحيحة واضح صف الثالث هذه الاسئلة اللي عندك على قصة السيارة اللي جاي عندنا بالوساري ان شاء الله في المحاضرة القادمة راح نبدي بالقواعد مال يونت وان تحية طيبة لكم اشتركوا في القناة